السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أيها الإخوة تقدم معنا في الدرس السابق ذكر عدد من أشراط الساعة الصغرى فذكرنا العلامة السادسة والثلاثين وهي كثرة الكتابة وانتشارها وبينا حينها أن المقصودة كثرة الوسائل والأساليب التي توصل وتبث العلم وكثرة المطبوعات وانتشارها بين أيدي الناس ونحو ذلك وذكرنا العلامة السابعة والثلاثين وهي التهاون بالسنن التي رغب بها الإسلام والعزوف عنها وذكرنا العلامة الثامنة والثلاثين وهي انتفاخ الأهلة والعلامة التاسعة والثلاثين وهي كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار وذكرنا العلامة الأربعين وهي كتمان شهادة الحق وكثرة شهادة الزور والعلامة الحادية هو الأربعين وهي كثرة النساء وقلة الرجال واليوم سنذكر بالإضافة إلى ما تقدم عددا من أشراط الساعة الصغرى فالعلامة الثانية هو الأربعين من علامات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة فقد أخرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى وموت الفجأة أيها الإخوة على خلاف ما يظنه كثير من الناس ليس سيئا بالنسبة للمؤمن بل هو راحة له لكنه أخذة غضب للفاجر والكافر وقد جاء ذلك في حديث مروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد وصححه بعض أهل العلم منهم العراقي رحمه الله تعالى والجمهور على ضعفه لكن معناه صحيح تعضده الأدلة الأخرى فموت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر وجاء في رواية أخرى وأسف على الفاجر والأسف أيها الإخوة هو شدة الغضب وكل أسف جاء في كتاب الله فالمراد به الغضب والانتقام إلا قول الله تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف فإن المراد بالأسف هنا الحزن وبقية الأسف في كتاب الله المراد به شدة الغضب كقول الله تبارك وتعالى فلما آسفون انتقمنا منهم فموت الفجأة هو علامة من علامات الساعة الصغرى لكنه يكون للمؤمن راحة له ويكون للفاجر راحة منه وانتقام وغضب عليه وهذه العلامة من علامات الساعة أيها الإخوة ظهرت بشكل واضح فقد كثر موت الفجأة في هذه الأيام بشكل ملحوظ ومن موت الفجأة ما يسمى بالسكتة القلبية التي ظهرت في الأزمان المتأخرة ولم تكن معروفة فيما سبق وإذا أراد الإنسان أن يعرف هل مات على خير وكان موت الفجأة بالنسبة له راحة له أو كان انتقاما وغضبا عليه فلينظر إلى ما هو عليه عند الموت هل مات على الإسلام والسنة أم مات على خلاف ذلك وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من قول اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وكان رحمه الله تعالى كثير السكوت لكنه إذا تكلم دعا بهذه الدعوة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وسئل رحمه الله تعالى فقيل له الرجل يموت على الإسلام والسنة أمات على خير قال اسكت بل مات على الخير كله فإذا مات الرجل من المسلمين موت فجأة وكان على الإسلام والسنة فيرجى له الخير ويكون هذا الموت راحة له من تعب الدنيا ونصبها وبلائها ومحنها كما قال ذلك الإمام بن مبازر رحمه الله تعالى فالموت الفجأة بالنسبة للمؤمن راحة له وموت الفجأة بالنسبة للفاجر والكافر أخذت غضب وانتقام وقد كان البخاري رحمه الله تعالى ينشد كثيرا هذين البيتين اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته ومن العجائب أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هدي الساري أن الإمام البخاري وقع له ذلك أو قريبا منه لكن الإنسان إذا كان محافظا على صلاته بعيدا عن الابتداء في الدين فهذا إذا مات موت فجأة فإنه يرجى له الخير ويكون موته بإذن الله راحة لماذا؟ لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بل هي العهد الذي بين المسلمين والكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية عند الترمذي إذا كانت الصلاة غير تامة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك فإذا كان الإنسان محافظا على الصلاة بعيدا عن الابتداء في الدين هذه هي السنة الأول علامة من علامات الإسلام الظاهرة عند الشخص إذا كان محافظا على صلاته العلامة الثانية أن يكون بعيدا عن الابتداء في الدين وعن الخوض في اللجج الذي يقوله أهل الباطل كاللجج الذي يكون في مثل هذا الزمان من أهل الفتن والفسق والفجور هذا الأمر حلال أو حرام وهذا الأمر ليس من الدين كشف الوجب بالنسبة للمرأة الأغاني ما إلى ذلك المولد النبوي وما إلى ذلك تجد أن المسلم الذي يحيى على الإسلام والسنة بعيد عن هذه الأمور حتى أنه بعيد عن الكلام فيها إذا مات الإنسان وهو على الإسلام محافظا على صلاته في المقام الأول وعلى بقية شرائع الإسلام بعيدا عن البدع والدخول في المخاصمة فيها واللجج فيها فإنه يرجى له الخير ويرجى أن يكون موته إذا كان فجأة راحة له هذه هي العلامة الثانية والأربعين من علامات الساعة الصغرى العلامة الثالثة والأربعين من علامات الساعة الصغرى وقوع التناكر بين الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الساعة قال علمها عند ربي ولا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجا قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل يعني أنها بلسان الحبشة تسمى الهرج وهو القتل بلسان العرب ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا والحديث أخرجه أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه وصحاه الهيثمي رحمه الله تعالى وهذه العلامة ظاهرة عند الناس في هذه الأيام كثرت عندهم الماديات وكثر عندهم تقديم المصالح وكثر عندهم التشوف إلى الدنيا وما فيها من زخارفها وبهرجتها وبسبب ذلك طغوا كلا إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى وقد ذكرنا فيما سبق أن من علامات الساعة استفاضة المال فإذا استفاض وانتشر بين الناس أورثهم ذلك الطغيان ثم أورثهم التنافر والتحاسد وظهور الحقد فيما بينهم والتناكر بين قلوبهم على خلاف وللأسف الشديد ما أمرت به الشريعة من أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه بل هي علامة من علامات الإيمان وأن يكون الإنسان من خير الناس لأهليهم خيركم خيركم لأهله وأن يؤثر الإنسان على نفسه لمصلحة أخيه هذه كلها من علامات أهل الإيمان والإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه العلامات للأسف الشديد تكاد تندثر بين الناس لأنهم اتجهوا إلى الماديات والمحسوسات وتقديم حضوظ النفس على حضوظ الآخرة لكن الإنسان لو أنه عامل الناس بخلق حسن بالأخلاق الكريمة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة بالإيثار بالإحسان بالكرم بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك بأن تنظر إلى الخيرية التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزوجتك بأن ترعى هذه الأخلاق كان ذلك أحض لنفسك في المقام الأول لأن هذا الأمر رتب عليه جزاءات عظيمة يوم القيامة بل إنما يتفاضل الناس في الإيمان بتفاضلهم في الأخلاق كما جاءت بذلك النصوص الشرعية الكثيرة الوفيرة وليس هذا محل بيانها لكن لأن الناس عزفوا عن هذه الأخلاق أورثهم ذلك تناكرا في قلوبهم فتجد الرجل لا يسلم على الآخر إلا إذا كان بينه وبينه مصرحة بل تجد الآخر إذا سلم عليه غريب يقول ماذا يريد مني؟ أيعرفني؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن من أسباب المحبة فيما بينهم إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف لكن الناس وللأسف الشديد بسبب طغيان المال وغلبة الماديات عليهم تناكرت قلوبهم وأورثهم ذلك حقدا وحسدا وشحناء وتباغض فهذا الأمر من علامات الساعة الظاهرة التي وقعت العلامة الرابعة والأربعين من علامات الساعة الصغرى عودة أرض العرب مروجا وأنهارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هويرة رضي الله عنه والمروج جمع مرج وهو الفضاء الواسع ويقال الأرض ذات الكلاء مرج أيضا كما ذكره صاحب لسان العرب فالمروج البساتين والأرض ذات الكلاء فتعود هذه الجزيرة كما كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا وهناك نظريات لأهل تخصص الطقوس وعلم الأرض ونحو ذلك يذكرون فيها أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا وفق نظريات معينة لديهم لكننا نحن نؤمن بأن ذلك سيقع لا محالة وأما مسببات ذلك الأمر وكيف سيحصل الله أعلم به هذه الأمور يأخذ بها على سبيل الاستئناس أن الضديات التي يذكرونها لكننا لا نقطع ونوقن بشيء منها إلا أننا نقطع ونوقن أن هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقع لا محالة العلامة الخامسة والأربعين من علامات الساعة الصغرى كثرة المطر وقلة النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا والله المستعان وفي صحيح لمسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة ليست السنة بأن تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا والسنة المراد بها سنة الجدب والقحط بخلاف العام فإن العرب تطلق العام على ما إذا كان العام عام رخاء وتطلق العام على المستقبل من باب التفاؤل لكنها تقول عن ذلك العام سنة على اعتبار أنها سنة جدب وقحط فهذا هو الفرق ما بين السنة والعام ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس سنة التي فيها جدب وقحط بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا والله المستعانوا وهذا الأمر من علامات الساعة الصغرى وقد ظهر شيء كثير من ذلك العلامة السادسة والأربعين من علامات الساعة الصغرى حسروا الفرات عن جبل من ذهب فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يحسر أو يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وهذه العلامة لم تظهر بعد فهي متعلقة بالفرات ومتعلقة بالذهب الذي سيظهر فيه على خلاف ما ذكره بعض الشراح من أن المقصود بالذهب هنا الذهب الأسود وأن المقصود بذلك النفط وقوله هذا غير صحيح من وجهين الوجه الأول أن الذهب المعروف في زمن النبوة والمعهود شرعا هو الذهب الأصفر فلا يمكن أن تطلق الألفاظ الشرعية على أمر غير معهود ولا يعرفه الحاضرين في زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه لو قيل أن هذا الذهب الذي سيحسر عنه الفرات هو الذهب الأسود النفط لكان أخذ النفط حراما وهذا لم يقل به أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا لكن المقصود بذلك ذهب مخصص يحسر عنه الفرات ثم يقتل الناس عنده العلامة السابعة والأربعين من علامات الساعة الصغرى كلام السباع والجمادات للإنس بل وبعض جسد الإنسان فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ذئب إلى راعي غنم تأملوا هذا الحديث جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاتا فطلبه الراعي حتى انتزعها منه طلبه أي لاحقه حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر أقعى يعني قعد على مؤخرته واستذفر أصلها استذفر بالثاء لكنها قلبت دالا لأمور نغوية واستذفر معناه أنه حينما قعد أدخل ذيله بين رجله حتى لزق ببطنه فقال الذئب لذلك الرجل أي الراعي عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني فقال الرجل تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم قال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات أو في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن من بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوته ما أحدث أهله من بعده أخرجه أحمد وصحفه جمع من أهل العلم منهم العلامة أحمد شاكر وفي رواية لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال فذكر القصة إلى أن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذابة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده والحديث أخرجه أحمد وصحفه الألباني فلا تقوم الساعة حتى يكلم السباع والجمادات الإنس بل وبعض جسده هذه العلامة ظهر بعضها حتى في زمن النبوة حينما كلم ذلك الذئب راعي النم هل يقال عن هذه الجمادات مثل الجوال وغيرها أنها تكلمت مع الإنسان نعم ينطبق ذلك عليها تكلمت الآن الجمادات مع الإنسان أنت الآن في جوالك في بعض الخدمات المخصصة فيه تكلم الجوال فيرد عليك ثم تجيبه فيرد عليك كلام الجمادات الإنس سبحان الله لكن هل يكلم بعض جسد الإنسان الإنسان سيأتي ذلك بكل تأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه سيكلمك الصوت سيكلمك بعض أجساء جسدك سيكلمك النعلين ونحو ذلك هذا كله سينطبق لماذا؟ إن كنتم تذكرون أننا ذكرنا عند صدق رؤي المؤمن غاية معينة لبعض علامات الساعة وهي أن المسلم في آخر الزمان تندرس فيه معالم الدين فيحتاج المسلم إلى ما يثبته فيحتاج المسلم إلى ما يثبته فتظهر بعض هذه العلامات منها صدق رؤي المؤمن ومنها أن يكلم الرجل أن يكلم الرجل استباعه والجمادات وبعض جسد الإنسان العلامة الثامنة والأربعين الأخيرة في درس هذا اليوم تمني البلاء تمني عفواً تمني الموت من شدة البلاء والله المستعان تمني الموت من شدة البلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صحيحي من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وفي رواية عند مسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس به الدين لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار بل يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ولما كان على أحد الصحابة دين لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى عنه صحابي آخر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته فالدين شأنه عظيم وهم بالليل وذل بالنهار ولذلك أحيانا يتمنى الإنسان الموت من شدة ما عليه من الديون لكن هذا الرجل في آخر الزمان ليس به الدين وإنما به البلاء البلاء الذي يصيب دين المرء فيخشى أن يفتنه عن دينه ولذلك يتمنى عند إذن الموت وهذا الأمر سيظهر أيها الإخوة عند كثرة الفتن وتغير الأحوال وتبديل رسوم الشريعة واندراس معالمها هل ظهرت هذه العلامة؟ اعلموا أيها الإخوة أن هذه العلامة قد تظهر في بلد دون بلد وقد تظهر في زمان دون زمان وتظهر في ناس دون ناس لكن يكون ذلك عند شدة البلاء والفتن والمحن التي يخشى حينها الإنسان من ذهاب دينه فإذا نظر إلى أهوال تلك الفتن هانت عنده أهوال الموت وحينها يتمنى الموت على شدة أهوال تلك الفتن وهذا الأمر قاله العراقي رحمه الله تعالى وإن كنتم تذكرون أنني قد ذكرت لكم فيما سلف أن نكون الشيء من علامات الساعة لا يعني ذلك إعطاءه حكما شرعيا لا من جهة الحل ولا من جهة الحرمة فما حكم تمني الموت هنا في آخر الزمان الحديثين السالفي الذكر جاء ببيان خبر من الأخبار بأن الإنسان في آخر الزمان سيتمنى الموت من شدة تلك الفتن لكن تمني الموت لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يتمنى أحدكم الموت فإما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب يراجع نفسه يرجع وهذه رواية البخاري وفي رواية المسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا وهذه رواية مسلم وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا محال فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وفي الحديث السابق الذي ذكرت لكم في رواية مسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا فتمني الموت أيها الإخوة محرم بلا شك لكن الإنسان قد يقع في قلبه ذلك في آخر الزمان من شدة ما يرى هذه العلامة ظهرت أو لم تظهر قد تكون ظهرت في بعض البلدان دون بعض عند ناس دون ناس في أزمنة دون أزمنة ولا تكون هذه العلامة إلا عند اندراس معالم الدين وشدة أهوال الفتن والله المستعان والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا